وعسألك السؤال شوية عريض وبعد كده ناخد تفاصيل زمالك موسم ماضي ماشي بشكل رائع جدا ومميز جدا وعادة اي فريق في العالم لما بياخد روب ياخده بالتدريج بتنزل سنة سنة فجأة الزمالك من عقمة لتحت اوش ليه؟ صلى الله عليه وسلم والناس اللي موجودة معايا لو حد معايا وراءوا قلم يطلعوا ويكتب الزمالك فرق بطولة صح؟ صح ونادي بطولة خليها اتكلم في قرات القدم اي نادي بطولة في الدنيا واي فرقة كرة بطولة في الدنيا ليها معادلة بتعملها عشان تاخد بطولة المعادلة دي اختل فيها عنصر اتنين تلاتة ويقعت ما تاخدش بطولة خلاص كده؟ طبعا معادلة دي عبارة عن ايه؟ ببساطة كده وبالبلد انت عاوز وماشى كويسة اللي هي ايه؟ نوعية اللعيب مضبوط القماشة الكويسة دي فيها شرطين الشرط الاولاني ان حالته الفنية تبقى كويسة يعني مش شرط يبقى لعيب كويس وحالته وحشة يبقى انا رجع العباء انا وجمع عبد الحميد وطاري ايه؟ طبعا يبقى لازم حالته الفنية ايه؟ كويسة وحالته النفسية كويسة قبل البدنية او الفنية لان لو انت حالتك النفسية مش كويسة عمر انا كمدرب ما هقدر اوصلك فنيا ايه؟ كويس يبقى دي ايه؟ اول حاجة فين؟ في المعادلة وماشى فيها ليها حالة فنية وحالة نفسية كويسة صحيح دول كده هتجيب لهم جهاز فني مش مدير فني جهاز فني ايوه واخد بالك الكلام الواضح اوه انا بشكرك ان انت قلت كده جهاز فني جهاز فني مش الناس بتتحدث زي ما انا مدير فني لا يفيش حد في العالم بتكلم كده لا خلاص الكلام ده انتهى صحيح ده اسمه تيم ورك مجموعة عمل صحيح لو واحد في الجهاز الفني مش منسجم قليل بتاعي يوقع الجهاز كويسة صحيح فانت بتجيب له جهاز فني بيعمل في القماشة دي يا كريم حكتين بيعمل لها توليف وتوظيف التوليف ده اللي هو ايه ان انت جايب له الاسكوات ده عشرين لعيب واحد وعشرين خمسة وعشرين بتنقي منهم حداشر بتنقي منهم تمنتاشر للمطش ده او للبطولة دي صحيح ده اللي ايه التوليف التوليف دي بس عشان اوضح كلام حضرتك عشان هو ده اللي انا فهمته انه يبقى فيه بينهم كيمستر يعني مش شرط تجيب مثلا حداشر نجم فتحطهم مع بعض عشان هم حداشر نجم الله ينور عليك ازاي بتقسم بيقولوا دايما في العالم كده اللي هو يبقى فيه بينهم كيمستر ازاي تعرف تعمل فرقة صح كده ودي اللي كان متميز فيها قوي جابت ان حسن شحانتك كان من الناس اللي في مصر يعرف يعمل تيم صحيح التوظيف ايه بقى ان انت خلاص عملت التيم تبتدي بقى توظف جوه الملعب والله انت هتلعب انت هتلعب اشوال فالفرقة محتاجك ناحية الشمال مش ناحية الميل صح والله اللي بيلعب بدماغه كويس يبقى اني اعتمد على الكرات واجباتك ايه في الملعب واجباتك في الملعب بحيس ان انا طلع منك احسن حاجة ممكنة صحيح ما تبقاش انت لعيب كويس وانا مكتفك مزبوط ما تبقاش انت لعيب شويت وانا بقولك لا ما تبقاش انت لعيب بتعرف تعمل اوفرات اقولك لا شوط صح القماشة وخلاص الجهاز الفني مين بقى بيجيب دول ادارة لا كمل بقى ادارة كرة ادارة كرة فيها شروط اه حلو دي ادارة كرة ليها شروط رقم واحد انها تكون ادارة محترفة يعني دي شغلانتها يعني ده طباخ بيعرف يخش المطبخ عشان يعمل لك اكلة تمام ولا مش تمام طبعا ادارة كرة محترفة رشيدة عندها خبرات وجهاز فني معاها صلاحيات مش كده ولا ايه طبعا معاها ايه صلاحيات ومعاها ماديات دي الشروط في الادارة ومعاها ايه ماديات ماديات عشان تعرف تتحكم وتعرف تاخد قرارات مظبوط كده صحيح بتعمل ايه بقى بتعمل استراتيجية اللي احنا بنقول عليها اللايحة اللي بتمشي عليها الفرقة دي بقية السنة ممتاز لا بقية سواب اعقاب هنجدد لكريم لا تمر نطلعه عارة لا حسام زايد هنمشي لا محمد مطوع هنوقف خلاص عملت الايه اللي استراتيجية اللي كل التيم دا يمشي عليها مصبوط دول لو مش مستقرين لو في خلال في اي حاجة فيه لا لا الادارة بقى لو مش مستقرة واخبالك البنى دا كله وقع خلاص خلاص كده الناس كتب يتد مفهوم حضرتك بقى كده حط كل بند من اللي انا قلتهم دول لوحده وشوف الزمالك السنة دي حقق من كم بند كم في المية هتطلع الاجابة بتاعتك ان الزمالك الكيرف بتاعه مش في النازل الكيرف بتاعه في الواقع نادي الزمالك كيرفه السنة دي مش نازل لا هو فيه وقوع في الكرب مش عاوز اقول انهيار واخبالك انما عاوز اقول ان معدل الانحضار عنيف ليه لان العناصر اللي انا اتكلمت فيها دا يا تي كريم مش اقل من ثلاث اربع عناصر مهمة جدا فيها ما تعملوش بشكل كويس فيه خلل فيها خلل كبير صح واخبالك سواء من الجهاز الفني او البعض عشان برضو الناس ما تقولكش الصفقات اللي جات كانت هي لإيه السبب لا لا مش الصفقات اللي جات هي السبب بدليل ان العين اللي اختارت الصفقات دي هي هي نفس العين اللي اختارت ما رونا اعطيها وهي هي نفس العين اللي كانت بتختار القندوزي وهي هي نفس العين اللي جابت كهرباء واللي جابت طريق حامد واللي جابت فرجاني واللي جابت المجموعة كلها يبقى اذا افندم وعشرف بن شرقي وبن شرقي وزيزو هي هي يعني هي هي نفس الادارة انا هنا ما بدفعش عن الادارة الحالية انما انا بتكلم من متجرد تماما لان اللعيبة لم تكن في افضل حالتها السنة دي امكانيات مادية جوه النادي قصمت وسط نتزة مالك وانا وعادي أقول لك انا شغال في نتزة مالك بقى لخمس شهور ما بطش انا ماسك وعيز قطاع التطوير والتخطيط والاستثمار في نتزة مالك بقى لخمس شهور ما بطش انا وعدد كبير من الأجهزة الفانية مش هل واحد لا مش هل واحد انا اريده يعني انه الحالي على العامة نادي اه عايز تقسم تقسم ظهر اي نادي في الدنيا كتفه ماديا كتفه ماديا عدم استقرار إداري كان موجود زي ما حضرتك شايف كده فيه حاجات كتيرة انا مش قادر ااخد فيها قرار يعني مش قادر ااخد فيها قرار محتاج قرار مجلس محتاج 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 ففيه امور كتيرة عدم استقرار موجود فيها جيزفالدوف يرى نفسه السنة دي ما نجحش ان هو يوصل القماشة اللي جات دي لنقطتين اللي انا قلت الحراكة عليهم دول اللي هما ان هو يوصلهم لأحسن فورمة فنية وأحسن فورمة نفسية